بعد شلال في القطاع التعليمي بسبب الإضرابات المتتالية التي دخلت الأسبوع السادس هل أصبح وارداً لجوء إلى سنة بيضاء؟ وإن لم يكن ذلك ما هي الحلول المقصرحة لتعويض التلاميذ عن دروسهم من غير حال التعليم عن بعد لأن كما نعرف أن العديد من التلاميذ لا يتوفرون على الظروف المناسبة لهذا النوع من التعليم وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ بالفرص بينهم شكراً فلين أكد هو أنه السيد رئيس الحكومة اليوم في بداية اجتماع المجلس أكد على أن الحكومة فتح الأبواب للحوار مرة أخرى وأكد على أننا داخل الحكومة نعتبر هذا الموضوع للتعليم هو واحد من الركائز الأساسية دي البناء الدولة الاجتماعية وأكد على أنه الرغبة وكل الرغبة هي في حل حالة هذا الميلف والدليل هو أنه أعطى دعوة للنقابات نقابات للجلوس يوم الاثنين المقبل في إطار اللجنة التلاتية شكراً لكم